بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد عانى سيدنا موسى كثيرا من بني إسرائيل واجه سيدنا موسى ظلمهم وكفرهم وثنيتهم وعدم شكرهم لله تعالى على عظيم نعمائه عليهم بعدما ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من فرعون وجند فرعون وعبروا البحر وشافوا غرق فرعون وجند فرعون أمام أعينهم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ما فيش لسه خطوات بسيطة مشيوها إلا وشافوا أقوام يعكفون على أصنام اللهم فرحوا إلين لسيدنا موسى قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها يعني حتى وثنية سريعة جدا بعد شوية زجرهم سيدنا موسى واتهمهم بأنهم أهل جهل لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أنقذهم وأهلك عدوهم وده الشكر للمفروض يعقب هذا النصر العظيم بعد أن زجرهم ومشوا مع سيدنا موسى بدأوا أسلسلة الطلبات إحنا عطشانين إحنا نساءنا وأولادنا فاستسقى سيدنا موسى ربه وطلب ليهم الماء وفعلا انفجرت الاثناشر عين لكل صبت منهم عين خاصة بي عشان ما يختلفوش بعد شوية الجو حر والشمس جديدة في صحراء سيناء فأضلتهم هذه الظل أو هذه الغمامة السحابة العظيمة اللي كانت بتمشي معاهم منتهى التدليل كان لبني إسرائيل شوية إحنا جعانين والزاد معنا ما كانش كتير فيا موسى نريد أن احنا نأكل وتأكل نساءنا وأطفالنا فربنا سبحانه وتعالى أرسلهم أرسلهم الطائر الطيب طائر السلوى وأرسلهم كمان المن الحلوى طائر السلوى الذي يقيل أنه هو طائر السمان والدرجة من كتره كان بيفترش على الأرض كل واحد منهم ياخد اللي عايزه وفي الأشجار الجبلية في سينائنا المباركة المصرية بدأت الأشجار دي على أوراقها تأتيهم أقراص العسل فأطعمهم الله المن الحلوى وأطعمهم كذلك اللحوم السلوى بعد كده ما عجبهمش الأكل فبدأوا يقولوا لسيدنا موسى يعني إحنا عايزين حاجة إحنا مش هناكل غير الأكل ده بس عايزين فومها وعدسها وبصالها وبعدين تعجب قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير مش عجبكم ده عايزين بقى أنه تنبت في الصحراء هذه المأكلات اللي اعتادوا عليها في مصر فاللهم ارجعوا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم خلاص ارجعوا تاني عدم شكر عدم جحود بالنعمة إصرار على الكفر عدم بصيرة بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وسيدنا موسى كان يعلم ذلك إن قلة جدا من بني إسرائيل التي كانت على الإيمان الصادق وكثير منهم كان الإيمان حتى لم يخالط قلوبهم بعد كفاح طويل معاهم من سيدنا موسى في هذه الرحلة العجيبة في سينائنا المصرية المباركة استقر بقى بهم المقام استقر المقام ببني إسرائيل بين الظل الوارف السحابة اللي بتضللهم وطعام الشهي والماء العزب وحان بقى موعد سيدنا أو ذهاب سيدنا موسى عليه السلام للقاء ربه جل جلاله وكان ربنا سبحانه وتعالى أوصى موسى عليه السلام أنه يصعد إلى الجبل ويمكس في حوالي 30 ليلة للتعبد يصم بقى ويتعبد كل شيء حتى إذا أتمها أعطاه الله تعالى ألواحا وكتب له فيها الوصايا اللي يأخذ بيها بني إسرائيل أنفسهم يعني يستقيم عليها ياخد أنفسهم بهذه المبادئ والوصايا وذريتهم كمان من بعدهم يعيشوا بهذه الوصايا الربانية ويستقيم عليها لأنه فيها السعادة الحقيقية ليهم في الدارين وكمان كان سيدنا موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر قبل ما يعبروا بقى البحر الأحمر ويدخلوا سحراء سيناء المباركة أنه إن أهلك الله فرعون جاءهم موسى عليه السلام بكتاب من الله تعالى فيه أوامر ربانية الأوامر الربانية دي اللي توجههم بقى في الدنيا بتاعته إلى ما يأتون ويفعلون وإلى ما يذرون ويتركون يعني الكتاب ده اللي يبين ليهم إيه الحلال فيعملوه وإيه الحرام فيتركوه ويبعدوه عنه وعشان يتسلم سيدنا موسى وطبعا ده شرف كبير شرف إنه تأتي أي أمة كتاب سماوي كلام الله فالشرف كان كبير جدا لبني إسرائيل عشان كده وعدهم ده العلم وأي علم علم إلهي نوراني عشان كمن يتسلم سيدنا موسى الالواح دي اللي فيها خيري الدنيا والآخرة لمن اتبعها من بني إسرائيل أمر الله تعالى سيدنا موسى إنه يتعبد الشهر ده وينفرد فيه بالعبادة والصيام يتعبد ويصوم تلاتين يوم التلاتين يوم دول كانوا هم من شهر ذي القعدة الأشهر الحرم إحنا عارفين شهر ذو الحجة وقبليه ذو القعدة وبعديه المحرم دول التلاتة الحرم اللي بيجوا وراء بعد وإحنا دلوقتي الشهر والله الرجب اللي هو الرابع الشهر الرابع في الأشهر الحرم فالوقت ده اللي صاموا سيدنا موسى عليه السلام كان شهر ذو القعدة فلما أتم التلاتين يوم صيام وعبادة وتبتل فمن الصيام هو كان أحد العبادات اللي بيعملها سيدنا موسى بيستعد بالعبادات عشان الترق ده للقاء العظيم ده فسيدنا موسى أنكر خلوف فمه يعني هو اتغيرت ريحة فم سيدنا موسى من الصيام فتسوك سيدنا موسى ببعض النباتات اللي هي تحسن شوية من رائحة فمه فأوحى الله تعالى إليه معلما وموجهة أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك فأمروا ربنا سبحانه وتعالى أن يزيد على التلاتين يوم اللي تعبدهم وصمهم يزيد عليهم تعبد وصيام عشرة أيام كمان كانوا العشرة بتعذي الحجة وكلم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى في صبيحة اللي هو يوم عشرة ربما يسأل سائل هو هل كان يعني أنه سيدنا موسى عليه السلام بيمتنع يعني بيمتنع عن الشراب والطعام في صومه نعم كان يمتنع صيام سيدنا موسى يمتنع فيه عن الطعام والشراب وحتى اليهود لغاية دلوقتي بيمتنع عن الطعام والشراب والجنس في يوم الصوم وغيرها من المحضورات في الشريعة اليهودية وصدق الله العظيم حينما أمر المسلمين بالصيام فقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فسيدنا موسى كان بيمتنع عن الطعام والشراب وكذلك يتفعل يهود إلى الآن لقد تعبد سيدنا موسى عليه السلام تلاتين يوم من شهر ذو القعدة وزاد بأمر الله عليهم عشرة أيام أخرى من شهر ذي الحجة كما قال الله تعالى وَوَعَدْنَا مُوسَى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة كل دا استعداد للقاء الله تعالى ولتسلم الألواح اللي ستبقى فيها التوراة وبعد ما خلص المدة الأربعين يعني كان كلام الله تعالى لموسى أو لسيدنا موسى غداة النحر اللي هو يوم العيد الكبير عندنا دا اليوم اللي كلم الله تعالى فيه سيدنا موسى غداة النحر يعني حين فدى الله تعالى إسماعيل فدى من الزبح بكبش عظيم في ذلك اليوم هو اليوم اللي كلم فيه سيدنا موسى ربه كان أتم من الأربعين يوم عبادة أو أربعين ليلة عبادة وتبتلوا من ضمنها كام الصيام وبدأ ليه يتسلم ألواح التوراة فيما يوافق عندنا العيد الكبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة تامة كاملة لما أتم نبي الله موسى عليه السلام تعبدوا الأربعين ليلة واتجه للقاء ربه سيدنا موسى أخبر سيدنا هارون وقال له إني ذاهب إلى لقاء ربي يا هارون لموعد ضربه لي الموعد المحدد كي أتلقى منه سبحانه وتعالى الواحي التوراة وده شرف كبير قال الله تعالى وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولا تتبع سبيل المفسدين كأن سيدنا موسى عليه السلام بيشير في هذا التوجيه لأخيه هارون إن عندك مفسدين خلي بالك وده طبيعي ده بعد ما ربنا أنقذهم عايزين يعبدوا عجلوا وعايزين إله زي ما التنين لهم آلهة وطلبات وجحود ونكران فلازم سيدنا موسى يوصل إنه خايف خايف على إن هؤلاء يرتدوا عن الحق وكلف ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى إنه يختار من قومه بني إسرائيل سبعين رجل من أصلح القوم وأشدهم طاعة لله تعالى ولرسوله موسى عليه السلام عشان يروحوا معاه ويرافقوا إلى موعده مع ربه فوق الجبل جبل الطور بسينائنا المصرية المباركة فاختار سيدنا موسى عليه السلام من كل قبيلة ومن كل صب خيرهم وإرشدهم وأحسنهم وأكثرهم نجا وصلاحا وإيمانا اللي تسموا النقباء وأمرهم سيدنا موسى أنهم يتطهروا وأنهم يصوموا وأنهم يعبدوا عشان استعدادا لهذا اللقاء العظيم وخرج بهم سيدنا موسى إلى طور سيناء المصرية المباركة لميقات ربه أي إلى مكان وموعد اللقاء النوراني من سيدنا موسى وربه سبحانه وتعالى لكن كان شوق سيدنا موسى إلى لقاء ربه يعصف به فكان سيدنا موسى يسير سريع الخطى أسرع الخطى بشدة ولم يستطع قومه اللحاق به فسبأهم سيدنا موسى إلى جبل الطور بسيناءنا المباركة سبقهم سبق قومه شوقا إلى سماع كلام ربه فأسرع الخطى وأسرع الخطى نبي الله موسى عليه السلام وكأنه ساعتها شاب في الثلاثين من عمره برغم أنه كان في الوقت ده كبير جدا في السن إلا إن حلاوة اللقاء التي كان يترقبها موسى عليه السلام أنسته السبعين من قومه الذين يسيرون معه فكان العتاب الإلهي لسيدنا موسى عليه السلام حين بلغ الجبل وحده دون قومه وما أعجلك عن قومك يا موسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم